موسيقى قامت وزارة الداخلية بتشيع شهيد الواجب الشرطي عبدالله الفيلة كاوي من قوة خفر السواحل بعد أن وافته المنية إثر حادث ارتطام وانقلاب قارب لخفر السواحل أثناء أداء الواجب وقالت الداخلية في بيانا صحفي إن وكيل الوزارة الفريق عصام النهام نقل تعازي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح وتعازيه إلى أسرة الشهيد وأضاف الفريق النهام أن الشهيد عبدالله الفيلة كاوي قام بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص وتفان سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان أفدت وكالة الأنباء الليبية بأن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي أحرزت تقدما في جميع محاور القتال بالعاصمة رابلوس وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء وال فقد حقق الجيش الليبي تقدما في محور طريق مطار ترابلوس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية وكبد الميليشيا التابعة للوفاق العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم مشيرة إلى أن التقدم ما يزال مستمرا بعد الانتقادات العديدة التي طالت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث من قبل الحكومة اليمنية وأخرها الرسالة التي وجهتها الرئاسة اليمنية إلى الأمم المتحدة قبل أيام رد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريز في رسالة وجهها إلى الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي متعاهدا بمواصلة الجهود لتحقيق كافة بنود اتفاق ستوكهولم اشتبك محتجوء السطرات الصفر مع شرطة مكافحة الشغب في باريس ومدينة إميان شمالي فرنسا وذلك مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة في أسبوعها الثامن والعشرين على التوالي واحتجزت الشرطة سبعة وعشرين شخصا بالمدينة كما اشتبك بضع مئات من المحتجين مع الشرطة في وسط باريس وساحة الجمهورية والمنطقة المحيطة بها